ويعد مهرجان العالمين الجديدة إنعكاساً طبيعياً لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العالمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط بمستوى تصميم وتنفيذ عالم يتلاءم مع الجمهورية الجديدة سعياً لجعل العالمين الجديدة أهم مدينة سياحية عالمية ضمن خطط مستمرة للتنمية من أهمها مهرجان العالمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالة على مدار موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط ويستهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العالمين الجديدة ممن يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد لتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر يحظى مهرجان العالمين الجديدة باعتباره الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط بأجندة متنوعة وزاخرة بالأنشطة والفعاليات الموسيقية والرياضية والترفيهية والتي تحدث لأول مرة على أرض مصر كأحد عناصر جذب وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية في ظل التوجه العام لتصبح مدينة العالمين الجديدة أفضل الوجهات السياحية في العالم كشف علي الكشوط أن مهرجان العالمين يعلن باستمرار عن مفاجاة جديدة والتي تعتبر من المفاجاة السارة حيث شاهدنا أمس حفل النجمة إليسة وحفل النجم تامر عاشور وحفل الكين محمد منير وحفل الكاب حميد الشاعري الذي كان يعد مفاجاه أن يجتمع منير والشاعري في حفلة واحدة وشاهدنا حفل النجم متحط صالح والمطربة ريهم عبد الحكيمي كشف علي الكشوط أن مهرجان العالمين يعلن باستمرار عن مفاجاة جديدة والتي تعتبر من المفاجاة السارة حيث شاهدنا أمس حفل النجمة إليسة وحفل النجم تامر عاشور وحفل الكين محمد منير وحفل الكاب حميد الشاعري الذي كان يعد مفاجاه أن يجتمع منير والشاعري في حفلة واحدة وشاهدنا حفل النجم متحط صالح والمطربة ريهم عبد الحكيمي وقال أننا سنشاهد الإسبوع القادم مجموعة كبيرة من الحفلات مثل حكيم وأنغام وبعض الحفلات الأخرى التي تم الإعلان عنها منذ بداية المهرجان وأوضح أنه سيوجد عروض للأزياء في غاية الأهمية من أهم عروض الأزياء في العالم التي ستقام في مدينة العالمين الجديدة ونستعرض لكم جدول مهرجان العالمين في هذا الأسبوع والذي جاء كالتالي يستعد مؤدي الراب الأمريكي روس لإحياء حفل جماهير ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة 2023 وذلك يوم الخامس والعشرين من أغسطس حيث تعد تلك الحفلة أولى حفلات مؤديين الراب الأمريكيين بعد أزمة حفل مؤدي الراب ترافيس كوت شركة سيتي إيدج العقارية هي صاحبة البراج العالمين وهي شركة مساهمة مصرية هيئة المجتمعات العمرانية تمتلك 60% من الشركة بينما بنك الإسكان والتعمير يمتلك 38% منها وتمتلك الشركة القابضة للتنمية نسبة 2% فقط وتبلغ رأس مال الشركة حوالي 1.3 مليار جنيه شركة سيتي إيدج العقارية هي صاحبة البراج العالمين وهي شركة مساهمة مصرية هيئة المجتمعات العمرانية تمتلك 60% من الشركة بينما بنك الإسكان والتعمير يمتلك 38% منها وتمتلك الشركة القابضة للتنمية نسبة 2% فقط وتبلغ رأس مال الشركة حوالي 1.3 مليار جنيه قال الدكتور حسام هزاع الخبير السياحي إن مهرجان العالمين 2023 سيكون له أثر إيجابي كبير وسينقل صورة إيجابية عن مصر ومنطقة العالمين للعالم والمدينة ككل والفنادق والمهرجان الذي سيتم وسياحة الأزياء لأن كل المهتمين بذلك في كل دول العالم سيتابعون هذا المهرجان ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر